السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني الكرام على قناة في هذا الفيديو الجديد من خلال هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على اربع اللعاب يمكنك ان تلعبها وتربح المال منها وتقوم بسحب المال الخاص بك او ارباحك على حسابك في بنك البايبال وايضا بنك الباير وسوف اعطيكم ايضا اثبات سحب وبالنسبة الاشخاص الذين كانوا يقولون ان هذه التطبيقات يعني لا تدفع وليست صادقة فسوف اشارك معكم اثبات سحب يعني شخصي من هذه التطبيقات لا تستطيع اشتراف في القناة تفعيل زر جرس وايضا لايك لهذا الفيديو اذا مباشرة سوف ننتقل الى الشرح الخاص بنا لنهار اليوم هذه التطبيقات شرح تطبيقين في الحلقة يعني في حلقة سابقة تجدونها يعني في القناة وهو تطبيق طاب طاب مينيك وتيني بلون هذين التطبيقين الآن يعني تطبيقين اخرين يعني يدفعاني يعني راسيد بايبال وايضا راسيد باير وهو تطبيق بوم باتل وايضا ذكاش مينر هذين التطبيقين ايضا شرحت يعني كل تطبيق في فيديو واحد وبالنسبة لشرح تفصيلي لكل هذه التطبيقات يعني لكل تطبيق وضعت له فيديو خاص تجدونها في القناة فقط عودوا الى الفيديو هات السابقة وسوف تجدون الشرح المفصل كل هذه التطبيقات تقوم بتجميع النقاط فيها ثم هذه النقاط تقوم بتحويلها الى تطبيق واحد وهو تاب اكس جيم لانشر اول شي نعطيكم اثبات السحب ندخل على هذا التطبيق بهذا الشكل ثم نذهب الى حسابي على او طريقة السحب ثم نذهب الى ريكورد بهذا الشكل كما تلاحظون اخواني الكرام سبع ايام لاحظوا يعني يتم الدفع لك خلال سبع ايام لو تلاحظون هنا قمت بالسحب لأول مرة على الباير تم رفضه حاليا ايضا يعني تم رفض يعني يعني سحب اخر على الباير لا ادري لماذا ولكن قمت بعدها بالسحب على البانك البايبال فتم دفع لي بدون اي مشاكل كما تلاحظون سحبت يوم واحد سبعة وصلت السحب يوم الباريح وايضا قمت بسحب خمسة دولار اخرى على البايبال لو ذهبت الى جيميل بهذا الشكل وقمت بالدخول على اخر رسالة فكما تلاحظون تم الدفع لي من تطبيق تاب اكس جيم يوم خمسة سبعة الفين واثنين وعشرين يعني تم الدفع لي يوم الباريحة كما تلاحظون خمسة دولار تم اقتطاع سبعة خمسة وخمسين دولار وصلتني على حسابي في بنك البايبال 4.45 دولار وهذا دليل على انه التطبيق هو تطبيق صادق ويدفع بشكل عادي جدا ولكن لا عرف اي المشكل لماذا لا يدفع على بنك الباير ربما ليس لديه مرافقة على بنك الباير لا عالم ولكن السحب على البايبال يدفع بشكل عادي جدا يعني بالنسبة للأشخاص الذين يريدون السحب من هذا التطبيق فيسحب على بنك البايبال حتى تصيلك أموالك على الحساب الحد الأدنى للسحب لو قمنا بالدخول إلى هنا بهذا الشكل وذهبنا مثلا إلى البايبال الحد الأدنى للسحب هو 30 ألف نقطة بـ 3 دولار أما البنك الباير فـ 1 دولار بـ 11 ألف نقطة بالنسبة للنقاط من أين تأتي بها سوف تأتي بها من هذه التطبيقات هذه الأربعة تطبيقات الآن راح نشرح لكم بطريقة سهلة وبسيطة حتى تفهم طريقة عمل هذه التطبيقات وكيف نقوم بتحول الرصيد وكيف نقوم بالسحب يعني بسهولة جدا فقط تركزوا في هذا الشرح نفس الطريقة التي سوف أشرحها على تطبيق واحد تطبيقها على جميع التطبيقات مثلا ندخل على تطبيق ذكاش مينار بهذا الشكل ثم نقوم بهذا الشكل ثم نقوم بهذا الشكل كما تلاحظون الآن بعدما قمنا بالدخل على تطبيق كاش مينار فلو ذهبنا إلى خانة السحب بهذا الشكل فكما تلاحظون يظهر لك نفس الطرق السحب ولكن لو دخلنا مثلا على البيبال أو الباير فيقول لك أنه لا يمكنك السحب بل يجب أن تصل إلى ثلث ألف نقطة بعد الثلث ألف نقطة سوف يذهل معك خانة يعني السحب على يعني تحوي النقاط إلى تطبيق طاب إكس كيم مثلا لو ذهبنا إلى المتجر أين هو المتجر هل هو موجود أم لا يعني غير موجود المهم عندما تضغط على هنا ثم تقوم مثلا بالضغط على هذا البيبال أو الباير يوجهك مباشرة يقول لك قم بتحميل تطبيق طاب إكس كيم تقوم بتحميله وفتح حساب فيه ثم تقوم ب يعني فتح خانة السحب في تطبيق طاب إكس كيم هنا هنا خانة السحب لي عني لتظهر معك في الأول سوف تظهر معك عن زر آخر تقوم بالضغط عليه وتتقوم بتنفيذ الشروط المطلوبة حتى يفتح معك خانة السحب بعد ذلك تأتي إلى هنا أقل شيء وأقل مبلغ لتحويله أقل يعني مبلغ من النقاط يمكن تحويله إلى تطبيق طاب إكس كيم هو ثلاث ألف نقطة يعني عندما تصل ثلاث ألف نقطة في هذا التطبيق يمكنك تحويلها إلى التطبيق الأخر وهذا أمر جيد لأنه ثلاث ألف نقطة من هنا وثلاث ألف نقطة من تطبيق وثلاث ألف نقطة من تطبيق وثلاث ألف من تطبيق يمكنك أن تجمع يعني 12 ألف نقطة في تطبيق واحد ثم يعني تسحب مباشرة يعني هنا التطبيق يعني يسهلك عملية السحب بالنسبة للتطبيقات الأخرى هنا فيما يخص يعني طريقة تحويل النقاط إلى الحساب الأخر نفس الشيء بالنسبة لجميع التطبيقات الأخرى فمثلا لو دخلنا على تطبيق بوم باتل تطبيق خاص بربح المنع عن طريق يعني يعني لعب الألعاب فلو ضغطنا هنا على خيار السحب فكما تلاحظون هنا تم إضافة يعني خانة طاب إكس كيم لو قمنا مثلا بالضغط على البيبال يقول لي قم بتحويل النقاط إلى طاب إكس كيم أول شيء قم بتحميل تطبيق ثاني شيء قم بترقيح حتى يتم فتح خانة السحب كمقتل لكم ثالث سوف يتم فتح خانة السحب معك البيبال ثم أخر شيء كما تلاحظون هنا يعني يقول لك تريد شراء 5000 نقطة تريد تحويل 5000 نقطة من هذا التطبيق إلى تطبيق طاب إكس كيم تريد تحويل 30 ألف نقطة أو 50 ألف نقطة مثلا 5000 نقطة يمكنك التحويل مرة واحدة كل 24 ساعة مثلا قمت بالضغط على ريدينبي هذا الشكل يقول لي يعني قمت بالتحويل في خلال 24 ساعة يعني يجب أن تنتظر نهاية اليوم وتقوم بإعادة إرسال النقاط إلى التطبيق الأخر نفس الشيء كما قلنا بالنسبة للتطبيقات الأخرى فكل هذه التطبيقات تقوم بتحويل النقاط الخاصة بها إلى هذا التطبيق هنا عندما تقوم بتحويل التطبيق إلى هنا كل ما عليك فعله هو أنك تذهب على باي بال ثم تقوم بالضغط مثلا على باي بال مثلا أنا لدي 61 ألف نقطة أستطيع أن أسحب 5 دولار بهذا الشكل تقوم بوضع الإيميل الخاص بك على باي بال ثم تضغط على خيار ريديم نيو كما تلاحظون ثم قال لي أنني قمت بالسحب يجب يعني إعادة السحب خلال 24 ساعة لأنني قمت بالسحب يعني في الصابع على ما أظن قمت بالسحب فلذلك يجب أن أنتظر 25 أو يعني 24 ساعة حتى أستطيع أن أطلب السحب من جديد وهذه هي التطبيقات التي قمت بربطها بتطبيق طاب إكس جيم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني هناك سبعة تطبيقات يمكنك أن تربطها بتطبيق طاب إكس جيم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة تطبيقات يعني من الأحسن أنك تقوم بتحميل كل هذه التطبيقات وتعمل عليها دفعة واحدة وكلما وصل إلى ثلاث ألف نقطة تقوم بتحويلها إلى هذا التطبيق فسبعة في ثلاثة كم واحدة وعشرون ألف نقطة يعني اثنين دولار ويمكنك أن تصحبها على حسابك في بنك البيبال أو بنك الباير لمن لم يفهم أي شيء أو يعني لديه سؤال يتركه في خانة تعليقات وسوف أقوم بالإجابة على الجميع إن شاء الله ننتقل في فيديو القادم إلى اللقاء شكرا